استقبلت الشركة المتحدة للخدمة الإعلامية أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024 برفقة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي في مهرجان العالمين الجديدة وأجرى أبطال مصر جولة تفقدية لمنطقة الحفلات الكبرى في المنطقة الشاطئية الترفيهية على هامش فعاليات المهرجان يوم حافل بالفعاليات المتنوعة بمهرجان العالمين الجديدة في نسخة ثانية ثقافية وترفيهية لكن الرياضية كان لها النصيب الأكبر فوزارت الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استضافت الأبطال الرياضيين المصريين في أولمبياد باريس 2024 في جولة احتفالية خاصة لهم بالعالمين الجديدة باسم المنظومة الرياضية المصرية نحن النهاردة بسعدنا أن يكون معنا أبطالنا اللي تشرفت بيهم وشرفونا وأبطالنا كمان يمكن تباعا إن شاء الله يكون فيه نمازج كتير سواء في المستوى السني ونمازج إحنا بنحضرها لهم إطلالة إعلامية عشان كل الناس تعرفوا بشكل واضح وصريح وجدي أولادنا اللي هم أبطال أفريقيا أو أبطال عالم لأن التأهيل للأولمبياد يأما بيكون على حسب نوع الرياضة من خلال بطولة أفريقية أو من خلال بطولة عالمية حقيقة مبسوطين وفخرين بوجودكم كلكم النهاردة أنتوا أسعدتونا أنتوا خليتوا الشعب المصري عنده تطلع للبطولة قديتوا أمل للشباب وللولاد الرياضة مكسب وخسارة مش معنى إنه فيه ناس ما خدتش مداليات إنما ما قدتش أداء رجولي وبطولي إحنا تاني بشكركم ونورتوا العالمين بنقول إن إحنا إن شاء الله نبدل نشرف الرياضة المصرية وآخر 7-8 سنين تقريباً كنا الحمد لله طورنا بشكل كبير جداً في الرياضة والوعي الشعب المصري بالرياضة زاد جداً يعني كنا موفقين جداً الحمد لله في بريس كان فيه ناس مش موفقة شوية اللعيبة مش كان فيه لعيبة يعني قدر لهم إنهم ما ما يبقواش موفقين بس أحب أقول إن هي يعني ما بنحبش موفق شوية في الأولمبياد بالذات لأن الأولمبياد دي في حد زادها عدس كبير جداً عدس ما بيحصلش غير كل أربع سنين وإن أنت توصل في حد زادها زي في الأولمبياد زي ما كان دكتور أشف صبح بيقول إن ده شيء كبير جداً أنا كنت جاب برونز في ريو كان عندي 18 سنة كنت حبة إن أنا أجيب ذهب في أولمبياد بريس لإن أنا الحمد لله كل بطولات اللي فاتت كلها بطولات عالم أفريقيا أي بطولات أنا بجيب فيها كلها ذهب ما فيش بس غير هي برونز كان برونز ريو بس ويعني الحمد لله يعني احتفالية أبطال الأولمبياد لم تقتصر على الحاصلين على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية فقط بل شملت أيضاً من كانوا مؤهلين لها في رفع الأثقال والمصارع الرومانية واجتملت الاحتفالية على جولة في المنطقة الشاطئية وحفل تكريم بالمسرح الروماني فضلاً عن الاحتفاء بالأبطال بمؤتمر صحفي موسع واستضافة في برامج تلفزيونية مختلفة تابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وذلك بمدينة العالمين الجديدة العزيمة والإسرائيل اللي عنده الواحد دي هي اللي بتخليه يقدر يكمل وهي دي بشكر ربنا طبعاً أنه خلاني مميز على الناس كتير بحصولي عن المدارية دي وطبعاً التخطيط من الوزارة والاتحاد عشان لو أنا عندي كل الشغف والإسرائيل أنه نعمل حاجة لكن الاتحاد مش مساعدني أو الوزارة مش مساعداني مش هادر أحقق أي ده فطبعاً بشكرهم كتير عشان بدعمهم وبإسراري ومجهودي وبفضل ربنا طبعاً إذا تحقق المدارية دي اتظلمت في الماتش اللي طلعني على ذهب ورضيت بنصيب الحمد لله وحصلت لأصابة في ماتش البرونز تركيزي خرق خالص برا الماتش ولكن زمالي جون بعد عوضوني إذا كان أحمد واللصارة ففرحتي كملت والحمد لله مش حاسس بأي فرق أن أنا أضع مني المديلة لأن في ناس تانية جيت رافعة على مصر واتطمنت على بلد الحمد لله وأنا فخور جداً بزمالي وجايبها اليوم النهاردة وبشكركم جداً النهاردة على أنتم موجودين فهي الرياضة ثقافة شعوب وأنا بشكركم جداً على ثقافتكم وتشجعكم لنا دايماً ودايماً في التقدم وزي ما قلت أنا أو أي حد من زمالي المهم أن مصر دايماً تفضل في المقدمة وأنا بشكرك جداً بشكر كل الجهات اللي بطرعاً الرياضي الأولمبي وأنا يعني اشتغلت جامد جداً علشان تدورة أولمبياء بتاعت باريس وكان حلمي وهدف أن أجيب فيها مداليا وكنت الأرقامي اللي في التمرين كانت تجيب مداليا لكن قدر أربنا وقدر أن يحصل لإصابة وأنا على البطولة وماقدرش أن أكمل وأنسحب يعني لكن إن شاء الله أنا أوعدكم يعني أن أنا هكمل في طريقي وأنا قدامي دورة جديدة وإن شاء الله أقدر أن أرجع تاني لدورة أولمبياء وحقق المداليا بإذن الله هو دكتور أشف كان بيجي متابع معنا طبعاً في التدريبات ومتابع معنا في كل حاجة أنا فاكر بعدما أطلعت من الماتش اللي أنا خسرت في المداليا وكنت زعلان جداً التلفون بتاعه فرق معي جداً لأنني كنت محتاج تلفون زي ده طبعاً أكلمني والمكالمة بتاعته دي فرقت معي جداً وعايز أقول برضو أن أنا مبسوط من حتة أن بعدما أنا روحت أنا أعيز أعلان أن أنا قسرت المداليا والكلام ده كان مؤثر فيها جداً بس لقيت الناس عندها وعي في السوشال ميديا وعارفاً المكان اللي أنا وصلت لها دي وعارفاً يعني أن أنا بلعب على مداليا أولمبية الفعالية لم تتوقف هنا فسباقات الموتورويك استمرت بمشاركة كبيرة من الرجال والسيدات فضلاً عن معارض السيارات الحديثة في منطقة نورث سكوير وذلك أيضاً وسط تفاعل كبير من الجمهورة ورواد مهرجان العالمين الجديدة بأنشطة السرك القومي وفرق الفنون الشعبية بالممشى السياحي